موسيقى أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج من القاهرة موضوع هذه الحلقة جهود المغرب في مكافحة ظاهرة التغيرات في المناخ التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الماضية من ارتفاع في درجات الحرارة والفيضانات والسيول فضلاً عن التلوث الناتج من الثورة الصناعية جعل دولة المغرب متنبهة لهذا الملف وتبذل جهوداً كبيرة في إطار اتفاقية باريس عام 2015 البنك الدولي سلطت ضوء على الجهود التي يقوم بها المغرب والتزاماته في هذا المجال حيث أبرز التزام المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية كما أشهد بالقيادة المغربية فيما يتعلق بالنهج الاقتصادي المتعلق بهذه الظاهرة السياسات التي ينتهجها المغرب في مجال مكافحة التغير المناخي تتخذ اليوم كنموذج على صعيد القارة الإفريقية معنا ومعكم للحديث حول جهود المغرب في مكافحة ظاهرة التغير المناخي سيادة الدكتور وفيق نصير عذر البرلمان العالمي للبيئة أهلا ومرحبا بحضرتك أهلا وسهلا تشرفت بيك وأهلا بيه ومعنا كذلك الدكتور صابر عثمان خبير المناخ الدولي أهلا ومرحبا بحضرتك في البداية سيادة الدكتور وفيق يعني اتعرف من سيادتك على التحديات والمشاكل التي تواجه البيئة في العالم العالم دلوقتي فيه مشاكل كبيرة جدا بتواجه العالم يعني أنا لخصتها لك في عشر نقط هنمشي فيهم سريعا كده بداية من أم المشاكل أم المشاكل هي الزيادة السكانية وبكررها في كل مكان إحنا بس أديك فكرة صغيرة إن في خلال 200 سنة زدنا من مليار لتمانية مليار فبالتالي إنت في زيادة سكانية هائلة في وقت قصير يعني من ملايين السنين الناس كانوا وصلوا لحد مليار في 200 سنة بقوا تمانية مليار فالكرفة هيوصل لغاية فين إذا ما كناش نعمل حسابنا وناخد احتياطاتنا دي أم المشاكل من وجهة نظر بعد كده التلاوز بقى عندك التلاوز في المية والهوى والطربة تالت حاجة بتيجي في الموضوع هي الـ Global warming وال Climate change دي ظاهرة جديدة تغييرات المناخية دي بتدت بقى تظهر الحكاية دي وبتدت نرصدها من بعد صقب الأزون وبتدينا نقول لا ده في زيادة في درجات الحرارة وحكاية صقب الأزون دي برضو كان يعني فيها تغيرات حدثت أنه هم عملوا غازات يعني باختصار بدون أسماء كيموية عملوا غازات بديلة لغازات كانت بتتفاعل مع الأزون في الغلاف الجوي وبعدين اكتشفنا لاحقاً أن الغازات دي بتزود من غازات لاحتباس الحرارة زياء زي الكربون فرجعوا في كلامهم تاني فبالتالي صقب الأزون من بعد ما تسد رجع تاني بس مش هو دون التغيرات المناخية التغيرات الاحتباس الحراري والزيادة في درجات الحرارة ده وضع غير صقب الأزون تالت حاجة استنفاذ الموارد الطبيعية رابع حاجة الوست ديسبوزل اللي هو المخلفات بتاعتنا والمخلفات دي بنعمل فيها إيه والريسايكلينج والبلاستيك على قمة هذه المخلفات سادس حاجة الخلل في التنوع البيولوجي أنت عندك التنوع البيولوجي دلوقتي في الكرة الأرضية فيه تحديات كبيرة جداً وفيه انقراضات لكائنات كتيرة بتحدث في الأرض سابع حاجة أتصحر تامن حاجة حموضة المحيطات ودي هنتكلم فيها بالتفصيل يعني الدكتور صابر بقى يشرح لنا تغيرات المناخية وما وصلت إليه لحد الآن ومن ضمنها ومن تأثيراتها حموضة المحيطات يجي بعد كده الأمطار وبعد كده آخر حاجة بقى التكنولوجيا المستحدثة والجينات وتغير الجينات دي تحديات بيئية كبيرة جداً بيمر بها الكوكب ولذلك إحنا في مرحلة لازم فيها تتخذ فيها قرارات مصيرية طيب دكتور صابر في البداية نتعرف منك على مفهوم المناخ والعوامل التي تؤثر في التغير المناخ وطبعاً ظاهرة التغيرات المناخية ليست ظاهرة حديثة هي بدأت بشكل طبيعي على مر العصور وده يمكن لما بنشاهد المسلسلات والأفلام يتكلم عن الوصول الجالدية يمكن بتحاول تقرب لنا تصور وتغير المناخ الطبيعي ده بيحدث لأسباب على سبيل مثال منها حدوث البراكين فالبراكين لما بتحصل بتواصدر عنها كمية كبيرة جداً من الغازات بنسميها الأيروسولات وده بتكون طبقة في الغلاف الجوي فبتمنع عشاعة الشمس من الوصول للأرض وبالتالي بتعمل عملية تبريد وبيحصل فيه تغير المناخ أحد الأسباب الأخرى وهو الدورة الطبيعية اللي بتحصل للكرة الأرضية حوالين الشمس وده بتحصل كل 11 ألف عام وبالتالي الكرة الأرضية بتكون في أقرب نقطة للشمس وبالتالي كمية الإشعة الشمسي اللي بتوصل للكرة الأرضية بتكون كبيرة جداً مقارنة بالوضع الطبيعي وده بيؤدي لعملية مشابهة لما يحدث الآن وهو عملية التسخين أما التغير المناخي اللي بنعاني منه في الوقت الحالي هو بنطلق عليه تغير مناخي بشر المنشأ وسبب فيه هو الثورة الصناعية اللي بدأت في منتصف القرن الثامن عشر ونتج منها كمية كبيرة جداً من انبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي نتيجة حرق الوقود الأحفوري المتمثل في الفحم والمزوت والبنزين وغيره من أنواع الوقود وطبعاً بتنتج من كافة قطاعات خاصةً أو القطاع الرئيسي هو قطاع توليد الطاقة والكهرباء ثم يليه قطاع الصناعة ثم قطاع الزراعة نتيجة التكسيف الزراعي كما أشار الدكتور نتيجة الزيادة السكانية الرهيبة واحتياجاتنا للغذاء ويليهم وفي الآخر قطاع يعتبر قطاع المخلفات واللي بتنتج منه كمية من الانبعاثات تماسي الحوالي 15% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وبالتالي تراكم هذه الغازات في الغلاف الجوي أدى إلى زيادة حبس الطاقة وحدوث خلل في المناخ وطبعاً المناخ مرتبط به كل شيء في حياتنا مرتبط به الزراعة مرتبط به السياحة حتى اختيارنا لأماكن السكن يعني المدن منذ الأصور الصحيقة البشر أنشأوها في أماكن فيها ظروف جوية حسنة تقدروا يعيشوا فيها يقدروا يزرعوا فيها يقدروا يعملوا فيها التجارة بتاعته تمام دكتور وفيقي أثر البيئة على المناخ المناخ هو يعني تأثير عكسي يعني تأثير المناخ على البيئة البيئة بتتأثر هو تأثير متبادل يعني إحنا البيئة بتاعتنا الملوسة وزي ما قال الدكتور إحنا عندنا ارتفاعات في غازات الكربون 30% عن المعدلات الطبقية من قبل الثورة الصناعية يعني 30% زادت غازات الكربون لوحدها كمان البحار والمحيطات الغازات الكربونية ديا اللي موجودة في الهوى بتمتص في البحار والمحيطات بتمتص فبتعمل حموضة زيادة للحموضة في المحيطات الزيادة في الحموضة ديا بتقضي على الكائنات البحرية وال وأعشاب المرجانية أنت عندك الحائط المرجاني في أستراليا ابتدى يبيض بيضاده معناه أنه هو ابتدى يخش في مرحلة الليد محلال صحيح هذا الحائط المرجاني وهو أكبر الحائط المرجانية اللي موجودة في العالم طبعا البحر الأحمر عندنا غني بس مش بالدرجة بتاعت أستراليا فبالتالي العلماء كلهم طبعا مزعورين من هذا الموضوع لأنه ده أخد ملايين السين عشان يكون فأنا هضيعه دلوقتي ولا هقدر أحاول الحق اللي حاصل كمان من ضمن التأثيرات التصحر يعني نشوف التصحر بيظهر ابتدى يظهر في أماكن كثيرة من ضمن الحاجات برضو اللي لسه شايفينها من شهرين اللي هو حرائق الغابات الغابات فيها حوالي من 20 ل 30% من الأكسجين وبعدين انت مش هي غابة أفريقيا غابة سايبيريا غابة أوروبا دولة رأت الأكسجين بتاعت العالم طبعا فبالتالي أنا لما درجة الحرارة عالية بتؤدي لزيادة الحرائق وبالتالي بتؤدي للتصحر الخلل بقى في المناخ بصفة عامة بيؤدي كمان لخلل في التنوع البيولوجي انك انت كائنات بتموت مثلا هديك مثل بسيط كده علشان نتصور الرؤية احنا عندنا بحرنا في البحر المتوسط كنا نلاحظنا ظاهرة الأناديل الأناديل في منطقتنا العربية دكتور منطقتنا العربية في المنطقة العربية الأناديل انتشرت الأناديل دي غزة للسلاح في البحرية سبحان الله السلاح في البحرية من حاجتين الصد الجائر بتنتهي ومن التغيرات المناخية ومن حاجة كمان تالتة إن هي بتلاقي لكياس البلاستيك بتفتكرها أنديل بتاكلها بتموت شوف احنا بنقضي عليها بكذا طريق فبالتالي أنا عملت الخلل في التنوع البيولوجي بقى عندي سلاحف قليلة وأناديل طبعا زادت بطريقة كبيرة جدا فده مثال يوريك لما احنا بنعمل خلل في حاجة المنظومة كلها بتختلف تماماً تماماً يا دكتور صبر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وفي المرة الأولى نتج عن دوت مراكش أكورد أو إعلان مراكش وفي المرة الثانية كانت في سنة 2016 كان فيه طبعاً حدث مهم جداً وكان الهدف منه أن دول العالم كلها تشتغل مع بعض بشكل تشاركي علشان نقدر نحافظ على الزيادة في متوسط درجة حرارة الأرض لا يتعدى اتنين درجة مقوية من ناحية أخرى فيه جهود علمية بتقوم بيها المؤسسات المغربية يمكن الأخ الأكبر لنا الدكتور عبدالله مقصد الرئيس السابق لهيئة الأرصاد الجوية المغربية هو دلوقتي نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية التغير المناخ وبيحاول أنه هو يرصد من خلال التقرير اللي بتصدر عن الهيئة تأثيرات التغيرات المناخية على كافة مناحة حياة ويمكن آخر تقريرين صدروا عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية التغير المناخ واحد فيهم بيتكلم على تأثير تغير المناخ على المهيطات والبحار وارتفاع سطح البحر ودول طبعاً يكون فيه خطر كبير جدا على منطقتنا العربية خاصة دولة زي المغرب أو مصر لأن المغرب طبعا بتحط من جانب البحر قبض المتوسط ومن جانب الآخر بالمحيط فيه مجهودات أخرى بتقوم بيها الدولة في نواحي التفاوض ويمكن برضو زميلنا رشيد طاهري من وزارة البيئة المغربية بيرأس أحد لجان لية التنمية النظيفة فيه تعاون بين مصر والمغرب طبعا عندنا تعاون يمكن فيه وفد مغربي هيجي الأسبوع القادم من التجاري وفا من بنك التجاري وفا علشان نتعاون يمكن فيه صبق كبير جدا لبنك التجاري وفا فيه إصدار السندات الخضراء وفيه تنفيذ مشروعات وتمويل مشروعات حد من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ زي مشروع نور ويمكن المواطن المغربي لما بيسوق السيارة بتاعتها على الطريق السيارة بيشوف الخلايا الشمسية وهي موجودة فوق أعمالة الإنارة وفيه بعض المنشروعات اللي بتقوم على التكيف نحن نخرج بعد إذنك إلى فاصل قصير ونعود نستكمل هذا الحوار الشيط فاصل ونعود عزيزي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور وفيق يعني كيف تتابع جهود دولة المغرب في مكافعة ظهرية التغير المناخي طبعا المغرب تبنت سياسة استراتيجية ويعني أعدت قوانين لمكافعة هذه الظاهرة ودخلت في اتفاقات عديدة يعني كيف ترى هذه الجهود والله أنا أبقى أسمن مجهودات المغرب وأنا فخور بالمغرب لأنه في مؤشرات عديدة هقولك عليها أول حاجة الجيرمن ووتش صنافت المغرب من أحسن ست دول في المحافظة على البيئة وبعدين أنا عايز أقولك أن الثلاثة الأولين فضيين الجيرمن ووتش لسه ما ملتهمش بحد ليه؟ لأنه المعايير المطلوبة محدش لسه وصلها وبالتالي المغرب تعتبر نمرة ثلاثة على العالم والأولى في أفريقيا فدي مجهودات الحقيقة يشكروا عليها الدكتور صابر لما ذكرنا كوب 21 اللي هي في 2015 اتفاقية باريس بعدها على طول حدثت انتخابات أمريكا وقبلها حدث اجتماع آخر في مراكش اسمه كوب 22 فيه من ضمن الحاجات الأساسية والغرض الأساسي من هذا الاجتماع كان مناقشة ماذا لو كسب ترامب ليه؟ لأنه ترامب هدت في الحملة الانتخابية بتاعته بالانسحاب بالانسحاب اتفاقية باريسة فيه 15 طب لما هي انسحب هيحصل ايه؟ ومصير الانتفاقية هيكون ايه؟ فكانت المغرب من ضمن يعني من أساسيات المؤتمر عقد في أرضها وبالتالي هي كانت متبنية هذا الموضوع لأنا عايزة أقوله كمان أن المغرب كمان زي ما ذكر برضو الدكتور صابر أن هي عملت أول محطة للطاقة الشمسية وكانت أكبر محطة في العالم في ذلك الوقت محطة نور اللي حاليا بتدي 52% من الطاقة الكهربائية للمغرب ودي نسبة عالية جدا ومشكورة أنا طبعا بتمنى أن احنا نوصل للمية في المية بس لسه بالتدريج ان شاء الله نوصلها حاليا مصر عملت أكبر محطة أكبر منها في أسوان لبنبان وتعتبر هتبقى أكبر محطة للطاقة الشمسية لكن هذا لا يمكن في أي محطة هذه المحطة يا دكتور في أسوان أسوان أسماها في منطقة اسماها في جنوب مصر جنوب مصر فدي هتبقى أكبر محطة للطاقة الشمسية لكن سبقتها المغرب بعدها جات الجزائر حاليا مصر على الطريق المغرب عملت أول اتفاقية للتنمية المستدامة عملت قانون مكافحة البلاستيك كل كياس البلاستيك أرجو أنه يتنفس بصرامة هي طبعا ما كانتش الأولى في أفريقيا لكن كان فيه بلد تانية اسمها كينيا وعملت قوانين صارمة يعني اللي ينتج يخش السجن اللي يستخدم يدفع 4000 دولار اللي يستخدم كين طب أين نحن في مصر من هذه القوانين مصر البرلمان البرلمان العالمي البيئة ابتدى يناقش موضوع البلاستيك حاليا نأمل أنه هو في الدورة دي أنه يطلع بنتيجة الاتجاه العالمي أوروبا ابتدت تمنع المنتجات البلاستيكية في المطاعم كلها لكياس البلاستيك بتشتريه وبتدفع فيه مبلغ كبير فبالتالي أنت يعني إذا ما كنتش هتجيب شانطتك فبالتالي هتلاقي أنك أنت بتكلف كتير ما يبقاش الموضوع كمان المحافظة على المحيطات والمياه الجوفية كمان أنا عايزة أقول لك على حاجة يعني مهمة جداً لأنه ديان حتقودنا لأن احنا بقول لك صبق دلوقتي على القناة المحترمة أنه في 2020 في اتفاقية كبيرة للبيئة هيبقى من ضمنها التغيرات المناخية من ضمنها وعلى فكرة حكاية التغيرات المناخية هي بجانب انه يطابعاً واحنا مقتطيكه يتحيلونيات منه flop at it in the أن هي بفعل إنسان في الوقت الحالي وزيادة فيها بفعل إنسان وفي دورة طبيعية لكن طبعا في علماء من بعد انسحاب أمريكا طلعوا يقولوا لا ده مش جلوبال وورمينج ده جلوبال كولينج وتفر إليها بيحصل في تلوث حادث فبالتالي إحنا عايزين في هذه الاتفاقية يعني عايزة أقول لك على نبزة توريك التخبط العالمي اللي كان موجود لما حدست حرائق الأمازون فطلع رئيس الأمازون قال إحنا بنكافح الحرائق ماكرون ورؤساء آخرين قالوا له لا إحنا المراقبين بيقولوا إن انتوا مش عارفين تكافحوها فإحنا عايزين نساعدكم لأن دي الأمازون تهمنا زي ما تهمكم رفض الرئيس الأمازون وقتها وقال لا ما فيش تدخل عندنا ودي برضو مصر للسخرية لأنه ده بقى هيخش في الاتفاقية العالمية أسأل دكتور صابر يعني كيف ترى استراتيجية المغرب لمكافحة ظهرات التغيرات المناخية هو يمكن بناء على اتفاق باريس اللي تعمل في 2015 كل دول عالم أعدت تقرير يسمى تقرير المساهمات المحددة وطنيا وكان التأيير دوت بيهدف إلى ذكر الجهود اللي الدول كافة هتقوم بيها في مجال الحد من الانبعاثات المسببة لتغير مناخ الانبعاثات الكربونية بالإضافة للمجهودات الخاصة بالتكيف يمكن المغرب وضعت بعض الإجراءات الغير مشروطة لخفض انبعاثاتها حوالي 17% بحلول سنة 2030 بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الأخرى لزيادة هذا الرقم بحوالي نسبة أخرى حوالي 12% في حال توفر التمويل أو إحنا بنسميها عندنا أليات التنفيذ اللي هي التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات ده في مجال خفض الانبعاثات في مجال التكيف يمكن المغرب لها صبخ كبير جدا في مواجهة الجفاف ويمكن طبعا أي مواطن مغربي لما بيتجول في المغرب يشوف السدود سواء كانت صغيرة أو كبيرة والسدود دي هي اللي حمت المغرب دلوقتي وفرت المياه لأن نصيب الفرد كان في السينات حوالي 2500 متر مكعب من المياه في الوقت الحالي هو حوالي 700 متر مكعب يعني أقل من خط الفقر المائي وبالتالي دي كانت ألية أهمة جدا للتكيف وفيه أليات أخرى مذكورة في المساهمات المحددة وطنية للفلاحة واللغابات والحفاظ على التنوع البيولوجي ومساعدة المزارعين لأنه هم هيكونوا من أكثر المتضررين من التغيرات المناخية بالإضافة إلى العاملين في مجالات الصيد طبعا خاصة وإحنا عارفين المغرب من الدول اللي ليها باع في مجال الصيد والفلاحة دكتور وافيق يعني حرك ذكرت أن هناك استعدادات لعقد قمة عالمية للبيئة في 2020 هل تعتقد أن هذه القمة في ضوء تهديد ترامب بالانسحاب من قمة من تفاقية باريس 2015 يعني كيف ترى هذه الصورة إذا حصل فعلا وهدد ترامب نفذ ترامب تهديداته هو قريدي انسحب من اتفاقية 2015 فالنقطة دلوقتي هل هيوافق على اتفاقية 2020 ولا هيبقى فيه إجراءات جوهرية في الانتخابات الأمريكية وفي ضغوطات العالم كله احنا شفنا في مؤتمر المناخ الأخير من شهرين كان فيه مظاهرات شديدة قامت في العالم كله ولأول مرة يشترك الشباب في مؤتمر للمناخ قبل مؤتمر الحكومات علشان يقولوا للحكومات احنا مرقبينكم ويار ووتشنجيو وازكر هنا بقى كلمة شهيرة للبنت السويدية اللي طلعت وقالت how dare you كيف تجرؤ بانك تضمر مستقبلنا لكل الحكومات طبعا هي بتقول هذه الكلمة وكلمة دي اتزاعت في الفتح وحزت العالم هذه الكلمة حزت العالم بالضبط فبالتالي احنا قدام حقائق ومحتاجين قرارات هل الحكومات الحالية هتوافق على هذه القرارات ولا هتبقى فيه اجراءات جوهرية وإحنا داخلين على انتخابات أمريكا في 2020 والبديل موجود في أمريكا ساندرز كمثال يعني لكن هو فيه طبعا مرشحين كتير لكن هو ابتدى وقال عمل جرين نيو ديل وقال انا معاكو في الاتفاقية والنقط اهيه فبالتالي فيه ضغوطات سياسية اذا فشلت الضغوطات العلمية تماما دكتور تشريعات التي تنتهجها المغرب لمكافحة ظهر التغيب المناخي كيف طارها دكتور صابر طبعا فيه العديد من الإجراءات اللي بنتخذها يمكن احنا كدول نامية والمغرب واحدة من الدول النامية في أعضاء اتفاقية نحن الدول النامية نحن ندفع كما ما يقوم به اه طبعا دلنا عايزة اقوله ان مرحلة التشريع دي مرحلة بتلقي أعباء علينا في التنمية وعلشان كده يمكن فيه توافق بين معظم الدول النامية ان احنا مش في مرحلة وضع التشريعات احنا في مرحلة ان احنا نضغط على الدول المتخدمة عشان نقدر نحصل على آليات التنفيذ المختلفة من تمويل وتكنولوجيا وبناء القدرات لان مرحلة التشريع دي تمكن تؤدي الى الحد من التنمية وممكن تؤدي الى مشكلات اخرى اكبر انا بنحاول زي ما موضوع البلاستيك مثلا ان تنفس في المغرب وبقى فيه اجراء فيه بنحاول ان احنا نحط التشريعات اللي يكون بالفعل بتحافظ على صحة المواطنين عندنا وبنقدر من خلالها ان احنا نقدر نحافظ على معدلات التنمية في نفس الوقت لكن فيه اجراءات زي ما قلت الاجراءات دي بنسميها احنا soft interventions ممكن نقدر نعملها وهنا هي سهلة جدا وبتساعدنا ان احنا نحد من الانبعاثات كمان في المستقبل زي اجراءات خفض الانبعاثات زي نشر المشروعات المختلفة الخاصة بكفاءة الطاقة واللمبات الموفرة والسيارات الكهربائية والسيارات الهاجينة وغيرها من الاجراءات اللي ممكن تساعب يعني هناك العديد من الاجراءات اه طبعا للمكافحة هذه الظاهرة في غتام هذه الحلقة لا سعونا الا ان اتقدم بوافر الشكر الجزيل دكتور وفيق نصير عضو البرلمان العلامي للبيئة شكرا لسيادتك شرفت بيكو بقناة المغرب المحترمة وربنا قناة ميدي آن تيفي اه رب وشكرا جزيلا دكتور صابر شكرا جزيلا على تشريفك لنا شكرا نور اتمنى أن أكون معكم مرة أخرى شكرا جزيلا سيداتي وساداتي الى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة